السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنعمل النهار ده يا حبيبي المنسف الأردني جربنا الكابسة السعودي وجربنا الدلمة العراقية وكانوا حقيقي يستحقوا التجربة كان طعمهم تحفة المنسف الأردني ده بقى يا حبيبي حاجة عظمة كده بس أنا ملقيتش جميد بديل الجميد اللبن الرايب مش موجود خالص عندنا في البلد صراح شوية الرز المتبهارين اللي مسقيين شربة وحطة اللحمة اللي مستوية كده بشوية بوهارات حلوة وبعد كده سويناها في اللبن الرايب حقيقي تستحق التجربة يستحق التجربة المنسف الأردني ده حاجة جميلة جدا أنا عملت العش كده بمنتهى السهولة والمكونات بتاعتنا أهيئة ده كيلو لحم غنم لحم ضاني ومعايا بسلطين ومعايا شوية بوهارات ورق لوري وحبهان وفلفل أسود وعود قرفة كله حصى علشان أخد شوية ايه شربة صفين وفي حلع النار فيها ميا بتغلي هنزل بقى بشوية البوهارات الحصى وبعد كده بالبصل وبعد كده باللحمة أما الرز بقى اهو أنا كده سلقت اللحم أما الرز حنقعه في معلقة زي اللي حضراتكم شايفينها كده من الكركم ربع ساعة بس رز مصري ده رز مصري يا جماعة في حلع النار فيها معلقة سمنة كبيرة مليانة الأكلة دي بتحب السمنة البلدي وانزلت بكلو لربع رز رز مصري عادي قادي شوية الملح الملح طبع الرغبة طبعا ونص معلقة بوهارات جراما سالا اللي مش عنده عادي خالص كفاية الملح والشوية الكركم اللي حطناها حسقيه بقى شربة بصوا يا حبيبي بيبقى روعة بشربة الضاني يعني ببقى تحفة في الطعام غيلي اهو معايا هبدأ أوطي بقى البتوجاز ويستوي ايه على نار هادية هبدأ حمص بقى اللوز لو عايزين اي بديل مكسرات تانية بدل اللوز عادي خالص شايفين السمنة البلدي الأكلة دي اهم حاجة فيها معلقتين السمنة البلدي وقادي الرز برحته حقيقي يا جماعة رحته بروائح وقادي الجميد انا زي ما قلتلكو دورت عالجميد ما لقيتوش خالص فبديله ايه بقى حطيت لتر لبن رايب هنزل بمعلقتين سمنة بلدي كبار وياريت سمنة بيضة يا جماعة مش صفرة دي بقري ياريت من اللي هي البلدي بتاعتنا وثلاث معالق دقيق وبدلهم معلقتين النشا وقادي كباية من الشربة وهبدأ اضرب كده بالمضرب وبعد كده ارفعه على النار بمنتهى السهولة والله يا جماعة بس انا زودتو اهو كمان كبشتين شربة من دول صغيرين كده هبدأ اقلبه اول ما يغلي هنزل بالسليب اللحم اللي مسلوق هو اخد ساعة في الشربة وبعد كده هسيبه ساعة لربع في الجميد وطبعا حطيت ملح في الجميد اللبن المطبوخ خلص كده معاي قاعد ساعة لربع في اللبن المطبوخ هبدأ احط العيش بتاعنا اللي هو خبز الشراق او لو ما فيش فير اللي هو الرؤاق الطاري بتاعنا عادي اللي احنا بنعمله الرؤاق باللحمة ده وهفرت كده الرز بمنتهى السهولة حقيقي يا جماعة شوية الرز رحتهم تحفة حلوين قوي بسم الله ما شاء الله اللي عايز يغمقهم شوية يحط يزود كوركم عليهم بس نص معلقة جراما سالة البهارات دي خلته رحته حقيقي تحفة على طرف المعلقة حضراتكم شفتوا طبعا المعلقة الصغيرة اللي انا بحط بها البهارات حاجات بسيطة جدا عشان ما تضيعليش طعم حتة اللحمة انا بارص هول كيلو اللحم الغنم نحمضاني حقيقية يا جماعة طعمه تحفة جدا وسوا مظبوط وهنزل بقى ايه باللبن المطبوخ كده رشة كده بصوا يا جماعة حبيبي لازم تجربوه حاجة كده صحية ولذيذة وفعلا يستحق التجربة هنزل بقى بالمكسرات اي نوع مكسرات تحبوه ممكن سوداني عادي تحمرو شوية سوداني وتحطوه شايفين المنظر ورشة بقدونس بقى انا هوريكو بس نظام التسوية اللحمة دايبة حقيقي يا جماعة اكلة حلوة كنا هنأكل صابعنا وراه حبيبي لو عجبكم الفيديو ادعموني بلايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة